وأخيراً وصلتوا لمرحلة التفتيش على منتج فيكن بسهولة تكتشفوا سعر المنتجات على مواقع مثل علي بابا أو global sources ولكن الصعوبة هي باكتشاف سعر الشحن لهول المنتجات ممكن تكونوا ما بتكون تسألوا المصنع تبعكن لأنه ما نكون بمرحلة شراء هيدا المنتج أو ممكن تكونوا بتكون تتأكدوا إذا سعر الشحن اللي عطاكم يا المصنع هو سعر جيد أو سعر صحيح بهيدا الفيديو رح نحكي عن طريقة بسيطة جداً لحتى تقدروا تحسبوا نسبة أو سعر الشحن وينما كنتوا عايشين حول العالم طريقة حلوة وسهلة وضرورة تتعلموها كل التفاصيل بهيدا الفيديو خليكن عم تحترون إذا هيدا أول مرة عم تحضروا فيديو على هيدا القناة هاي أنا كريستل باقعة على أمزن ومؤسسة أمزن سيلر سوسايتي ميدل إيست أو مجموعة باعة أمزن الشرق الأوسط إذا بتكون تعرفوا أكتر عن المجموعة www.assmidlieast.org أو فيكن تكتشفوا بعض التدريبات المجانية طبعاً بسندوق الوصف كل الروابط موجودين بسندوق الوصف طيب لقيتوا منتج أو لقيتوا فكرة منتج وبتكون تتأكدوا إذا فعلاً هيدا المنتج فيكن تتبعوه وتربحو وقتا تقوموا ببيعو على منصة أمزن إن كان بالإمارات أو كنتوا موجودين بالسعودية كمان كيف بدكن تحسبوا سعر الشحن بسهولة أو كيف بدكن تتأكدوا إنه سعر الشحن يلي المصنع عطاكم إيه أو شركة شحن مختلفة عطاكم إيه هو سعر فعلاً جيد أو مش جيد كل التفاصيل طبعاً رح نحكي عنا وقتا ننتقل لمرحلة الكمبيوتر ولكن بالبداية بكل فيديو نحنا عنا مسابقة صغيرة إذا حبيتوا فيكن تشتركوا فيها للمسابقة وتربحوا اتصال معي أنا عبر تطبيق زوم كل شي عليكم تعملوا هو إنكم تعملوا لايك لهيدا الفيديو تكونوا مشتركين بالقناة وكمان تتركوا تعليق أو كومنت بأسفل هيدا الفيديو الشخص اللي عمل كل هول الأشياء بالفيديو السابق هو الشخص اللي ترك هيدا التعليق شكراً لإلك فيكن بليس تتواصلوا معي على إنستجرام Amazon Sellers Society لحتى نحدد موعد سوا أوكي خلينا ننتقل على الكمبيوتر هيدا هو الموقع يلي رح نحكي عنه اليوم يلي هو ship.fratos.com طبعاً كل التفاصيل وكل الروابط رح اتركوا بيه صندوق الوصف بأسفل هيدا الفيديو هيدا الموقع مجاني واستعماله مجاني ولكن ضروري يكون عندكم حساب يعني لازم تفتحوا حساب معه أكيد الحساب مجاني لحتى نقدر نستعمل Fratos في عدة طرق لحتى يقدروا يساعدونا ويعطونا أسعار من عدد كبير من الشركات حول العالم يلي رح يوصلوا للمكان يلي أنتو بتكن ياه حول العالم أنا رح وصل اليوم بالمثل اللي بدي استعمله رح ترجيكم المنتجي اللي أنا بدي أخذ التسعيره تابعه وبيدي وصله على مستوضعات أمازون بالإمارات فينا أحسب باستعمال العلب الكريتين أو باستعمال الكنتينر ولكن أنا عم بعتبر أنه بعدني هون بمكان ما بعرف كيف المنتجات رح تجي شو هي عدد الكريتين كيف يعني كيف مبعوطين مثلا عشر قطع بكارتونة عشرين قطع بكارتونة بعد ما بعرف كل هول التفاصيل الطريقة يلي أنا بدي أعمل Calculation يلي بدي أحسب بدي أعمل Calculate by Total Shipment يعني بدي أحسب الشحنة كلياتها خلينا ننتقل على أمازون هيدا هو المنتجي اللي أنا رح يعتبر حالي أنه أنا بدي أجيب شيء شبيه مثله أو ممكن أنه بدي أجيب نفسه ما بتفرق بس بدي أجيب شيء شبيه مثله إذا بتنزلوا على الأسفل بتشوفوا فيه Technical Details يعني التفاصيل التقنية وهون منشوف Product Dimensions يعني أحجام هيدا المنتج عنا حجم المنتج القطع الوحدة طبعا وعنا الوزن تبع المنتج وبدنا نستعمل كل هول التفاصيل لحتى نقدر نحسب الشحن إذا نتطلع هوني على فريتوز منشوف أنه ما فينا نحسب باستعمال القطع الوحدة بدنا نحولها لCBM أو CFT يعني متر مكعب أو قدم مكعب رح نستعمل القدم لمكعب لأنه متر مكعب رح يكون شوي أصعب علينا هلأ رح تكتشفوا ليه كيف بدي أحول هيدا المنتج لمتر مكعب أو لقدم مكعب فيه دايما أشياء أونلاين لحتى يقدروا يساعدونا هيدا المنتج هون رح يحول لي كيوبك فيت هيدا الموقع هون يلي كمان موجود بصندوق الوصف رح يحول لي كيوبك فيت حطيت أحجام المنتج طبعي ولكن بده تغيير شوي الوزن إذا بتلاحظوا هوني عم بعطي أنا حجمه حجمه على أمزن هالأد بالسنتيمترات ووزنه هالأد جيت وحطيت كل التفاصيل مع وزنه يعطيني 0.09 كيوبك فيت القطعة الوحدة أوكي طبعا أنا ما بدي إش حنقطع وحدة أنا بدي إش حن تقريبا تنقول أول طلبية بتكن تطلبوها هي 200 قطعة بيجي على جوجل كالكوليتر 0.09 times 200 بيطلعوا 18 مراكزين معي بيجي بحط 18 أنا بدي إش حن 18 قدم مكعب هوني تاني السؤال هو أدي التوتل ويت طبع المنتج طبعا أنا بعرف أنه الوزن طبع هيدا المنتج تقريبا كيلو ونص كمان طريقة بسيطة جدا كيلو ونص 300 كيلو أوكي بيجي وبحط 300 كيلو بس السؤالي اللي عم يسألوني يا هون أنا كم عدد الكريتين يلي أنا بدي إبعثها طبعا ما فيني إبعث 300 كيلو بكارتوني وحدة وما بعرف فعلا كيف بدهم يتقصموا بس ضرورة تعرفوا أنه أمزن عنده نقوانين معينة خاصة إذا عم تشحنوا على مستودعات أمزن والأنون واضح أنه ممنوع كل كارتوني should not weigh more than 23 كيلو يعني كل كارتوني بتبعثها على مستودع أمزن ما لازم يكون وزنة أكتر من 23 كيلو أوكي سو أنا ما فيني إبعث كارتوني وحدة 300 كيلو أنا بدي اعتبر المكسموم اللي فيني إبعثه هو 23 برجع على الآلة الحاسبة البسيطة تبعي يعني أنا رح إبعث تقريبا 13 كارتوني رح إجي هون وحط الرقم 13 13 صندوق بكبس next step next step بدون يسألوني من وين من الصين ممكن يكون عندكم فكرة وممكن ما يكون عندكم فكرة ولكن من أنحط مقاطعة معينة رح حط مقاطعة أنا بدي حط مقاطعة شنزان أوكي لوين بدون يتوصلوا المنتجات رح نقول أنه بدون يتوصلوا على مستودع مثل ما اتفقنا United Arab Emirates بالإمارات أقرب بور رح حط جبل علي بدباي اي متى رح يكونوا يعني اي متى بدنا نشحنوا للمنتجات طبعا نحنا هوني عم ناخد أفكار عن السعر ممكن تكونوا بعد ما عندكم منتجات بيكونوا تشحنوها حتى هوني إذا كبستوا I don't know the dates بيقولوا لكم إنه حطوا حيال 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 لنهار ما بتفرق بس لحتى تاخدوا estimation بس لحتى تاخدوا فكرة سو أنا رح حط 23 سبتمبر نعمل next step عم يسألوني هل ياتورا لازم يتقطعوا بالcustom يعني لازم يتخلصوا جمركيا وكل هول التفاصيل أنا رح حط yes وكمان عم يسألوا إذا أنا بدي insurance إذا بدكن تعملوا تأمين لهول المنتجات رح شيل إنه أنا ما بدي تأمين ووني كمان عم يسألوا details زيادة إذا مثلا في بطاريات إذا هايدي شحنة خاصة في أو أي شيء آخر نكبس search and book ومتل ما بتشوفوا عم بيعطونا نتائج من أكتر من 75 شركة تتواصل مع فريتوس كلهم شركات شحن وكلياتهم جيدين طبعا مش ضروري إنكم تشتغلوا معه للشركات تحديدا ولكن عم تاخدوا فكرة معينة عن كمية أو سعر الشحن قدي الشحن بدو ياخد بين 28 ل 33 يوم طبعا نحن عم نحكي هون شحن بالبحر 727 دولار الشحن في cheapest فينا إذا بدنا ندفع أكتر بتاخد 3 ل 6 أيام بين شحنه طبعا بالطيارة رح يكلفوا أغلب كتير وفي تفاصيل عديدة فيكم تطلعوا على كل الشركات وفيكم تشوفوا أنه فيه شركات عندها تقييمات ممتازة يعني فيه شركات عندها تقييم أكتر من 740 شخص مستعمل هيد الشركة يعني عم نحكي عن شركات عالمية طبعا برجع بعد لكم مش من الطريق اللي تشتغلوا مع هول الشركات تحديدا ممكن ممكن أنه بعدين تقرروا ممكن تشتغلوا مع الشركة اللي المصنع عطاكن إياها أو خبركن عنها أو المصنع بحد ذاته ولكن هيده طريقة سهلة وسريعة لحتى تعرفوا قدي ممكن الشحن يكون تكلفته وإذا هاليا ترى فيكن تدفعوا هلقات شحن وبرضه تدفعوا تبيعوا المنتج وتعملوا أرباح جيدة على منصة Amazon بالإمارات وبالسعودية هيدا كان كل شي للفيديو إذا حبيتوا واستفدتوا من المعلومات ما تنسوا تعملوا شير وتشاركوا هيدا الفيديو مع أشخاص بيهمون Amazon وبيهمون التجارة الإلكترونية لحتى هنكبر أكتر وأكتر مجموعتنا أنا بشوفكم بفيديو جديد مع معلومات جديدة باي